منظومة التأمين الصحي الشامل وانا زورت مركز بتاع المجمع الطبي بتاع الاسماعلي هذا المجمع الفقق بص منظومة التأمين الصحي الشامل الهدف اكيد تحسين صحة جميع المواطنين بتغطية صحية شاملة في اطار العدالة ادي واحد اتنين واعلى معايير الجودة التأمين الصحي الشامل يا سادة انا اسف متقسم لست مراحل حلو من خلالها ست مراحل دول نوصل الى المنظومة المتكاملة فيبقى عموم الجمهورية طيب تكلفة المرحلة الاولى بس تخطط الواحد وخمسين مليار جنيه مصري المرحلة الاولى كانت ايه كانت بورسعيد طبعا اول محافظة اتعامل فيها تأمين الصحي الشامل معاها لقصر معاها الاسماعيلية معاها اسوان السويس جنوب سيناء ست محافظات وخد بالك من التوزيع عامل ازاي بنتكلم على بورسعيد خط القناة في اعلى في الشمال بنتكلم على البحر المتوسط اسماعيلية في وسط القناة اسوان ولقصر من الجنوب السويس هي اول القناة يبقى كده خطة تلات مدن بتوع قناة السويس وجنوب سيناء ستة مليون مواطن تم تسجيلهم في المحافظات الستة اللي هم بتوع المنظومة الاولى اكتر من ربعمية وخمسين الف عملية جراحية اتعاملت من خلال التأمين الصحي الشامل اكتر من واحد وتلاتين مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقدمها من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الاولى اكتر من تلات تلاف حزمة طبية وعلاجية يتم تقدمها تحت مظلة هذا التأمين طيب هتيجي تقول لي يعني هو بيغطي اقول لي بص اسماع على سبيل المثال ابرز الخدمات وليست كل الخدمات عمليات القلب المفتوح مشمولة جراحات وابل لاستقصال اورامل بن كرياس مشمولة جراحات زرع القرنية والاسطرة القلبية والمخية وهي شديدة الدقة مشمولة تشوهات ووجاج العمود الفقري مشمولة دول اربع امثلة بالمناسبة شديدة الحساسية اربع امثلة عالية التكلفة جدا اول حاجة هتسألها طب احنا بندفع كام هقولك الحد الاقصى عشان بس نبقى فات الحد الاقصى اللي بتدفعه 300 جنيه مصري فقط لا غير شامل الدرائب والدمغات هيا ما فيهاش درائب ولا حاجة شامل الدمغات الرسوم هيا 300 جنيه ده فيه اقصى الاحوال لا قدر الله اذا فلان الفلاني اتهرد لشيء ضخم وجلل صحيح شكرا